السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحاب الغلل المايمين من زيكم سنة ربعة ابتداء يا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله رجع على يونت 2 بالتفصيل الكلمات المهمة وكمان الجرامج تمام مبارح رجعنا على يونت 1 وقلنا كل الحاجات المهمة فيها والجرامج بتحليل قاعدة يعني تمام عايزة اقول بس قبل ما نبدأ الفرق ما بين الفعل الاساسي والفعل المساعد لان في حد كتابه لي في كومنت فانا ردت عليه بس اشرحه تاني الفعل الاساسي السنة ربعة اللي هو زي يلعب يجري يأكل ينام تمام يذهب كل الافعال دي اسمها فعل اساسي اما الفعل المساعد اسمه اجزال ريفيرب الفعل الاساسي المساعد ده اللي هو مش بيترجم في الجملة لما اقول مثلا هي ازابوي هو ولد فعند الاس هنا ما ترجمتهاش مش هقول هو معناه فعل يكون مش هقول هو يكون ولد لا احنا ما نجي نترجمه عربها نقول هو ولد تمام فالفعل المساعد مش بيترجم في الجملة زي ما اقولك what does or what did or what do مثلا you do ماذا تفعل برضو did هنا ما ترجمتهاش فالفعل المساعد مش بيترجم في الجملة دي اول حاجة تاني حاجة ان انا الافعال المساعدة دي زي am is or verb to be verb to have have has has had would do and does and did and could and should كل دي و will اللي هي سوفة و would كل دي اسمها افعال مساعدة تمام تتحط في الجملة ما يبقاش لها ترجمة ولو سألت بيها بيبقى معناها هل ولو سألت بيها بنجوب بيس و نقول هي بتبقى short answer تمام كده فهمته الفعل الاساسي من المساعد الفعل الاساسي بقى اللي هو زي مثلا I play football انا ألعب كرة القدم تمام لكن لما اقول he is playing football هو بيلعب كرة القدم بس في فعل في المضارع الايه المستمر فبردو ايز هنا ما ترجمتش خلاص كده فهمته الفعل الاساسي من المساعد سهلة طيب تعالوا بقى نبتع نقول بسم الله ونراجع على unit 2 وبرحب بعمر وشمس فؤاد تمام يلا بنورين كلكم في سنة ربعة تعالوا هنا بقى نبدأ نقول بسم الله ونقرأ كلمات lesson 1 عند كلمة ضخم huge huge مخيف scary scary مفيد او مساعد helpful helpful خطير dangerous dangerous يتحكم في control control نصر eagle eagle سعلة بالthink اسمه think fox تمتاح krokodile krokodile بعد كده بقى عندي العنكبوت اسمه spider spider ثعبان snake snake الجمل camel camel بقى 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 عندي كلمة مناطق مفتوحة اسمها open areas open areas ثديات mammals mammals طيب بعد كده كلمة انسة اسمها female female والذكر اسمه male بقى 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 تبقى male اللي هي الزكر تمام طيب بعد كده بقى كلمات listen 3 مذهل يعني amazing amazing جميل beautiful beautiful او ممكن اسمها beautiful صح لذيذ delicious delicious وان الشهم cio ملائم ليه perfect ولازم يجي وراها الفعل full الحرف الجارة full perfect full بعد كده عندي كبير الحجم big اقدام مسطحة flat كبير الحجم large large اقدام مسطحة flat feet مزعج noisy listen 4 عندي كلمة قدم الحيوان اسمه bow pow اما بقى المخلب اللي هو بيبقى الضوافر يعني بتاع الضوافر بتاع الحيوانة وطار اسمها claw claw dub bear bear نباتة البسلة pays pays دبوس pin pin البست قلنا عليه numerator numerator او numerator اللي تنصح المقام اللي هو البست اللي هو بيبقى من فوق في الكسر اما المقام اللي بيبقى من تحت اسمه denominator denominator بعد كده غزلت الريم اسمها ريم غزل والقرون اسمها harness والحوافر اسمها hooves تمام اخر حاجة بقى الكلمات بتاع listen 6 نجايب لك المتين درجة الحرار اسمها temperature temperature والشيء جت من التيو وفقر القلد العاري اسمه naked mole rat naked mole rat تمام كده طيب تعالوا بقى نحل مع بعض على الكلمات هنا بقى بيقول ايه crocodiles are huge and not animals بصوا معايا النهاردة الاطفال اللي كانوا معايا في الحصة اطلق بقاتوا تمام كل ما يجي للكريكوديلز يطلق بقاتوا انت عندك الكريكوديلز تمساعدة ليه صفاتين huge huge و scary huge يعني ضخم ضخم يعني كبير جدا في الحلم scary يعني مرعب يجب لك كلمة huge يبقى حوش scary يجب لك scary يبقى ناس huge هم الصفتين دول بس بيبقى للكريكوديلز اللي عليكم من السنة ده يبقى يجي يقول لك الكريكوديلز are huge and scary طب يحوش huge و يجب لك scary يبقى ناس huge تمام كده يبقى هنا هنختار ايه scary طيب they are not eats small fish مين اللي كان بيأكل السمك الصغير الانسكت الحشو ولا البطرفراي الفراش ولا الباليكين البجع ولا السبايدر لا الباليكين هي اللي كان بتاكل السمك الصغير هنرب لكم الكاميرا طيب the pollican has wings and الباليكين البجع عندها اجناحة وايه هورنس قرون ولا فيذر ريش والهندس ايدين ولا ليزردس سحالي طبعا هيبقى عندها feather rich the stab eagle lives in very big open open areas مناطق مفتوحة طيب camels are not for their desert life طبعا احنا قلنا للجمل هيبقى ايه في الصحراء مناسب جدا او مرائم يبقى perfect بعد كده بقى عندي الاكسترا الكلمات الزيادة عندي كلمة يأكل الحشرات eat insects سحلية lizard قبيح ugly وهم او مهم يعني important ملف الحقاقة والبيانات اسمه fact file fact file يسمع here here يفقد الحرارة lose heat كرة اوروبا اسمها europe اكبر حجما bigger اثقل وزنا heavier heavier وهنعرف لي دلوقتي احنا قلناها bigger و heavier طيب بقى الكلمات عندي كلمة ساميك thick thick يحافظ على دفقه keep it warm كرة افريكيا افريكا طيب الفقران اسمها معيس معيس يرفع رأسه lift its head up lift its head up يشعر بالخوف feel scared طيب يعبر cross cross سحراء desert يصنع ملابس make clothes close تمام make clothes يعيش بدون live without طرق خاصة special ways يدخل coming طيب بعد كده يغضب get angry اسنان كوية strong teeth حشقش او عشب grass ماء عزب fresh water فرس النهر hippو طريق او مليق بالعصرة juicy يصل reach مندهش surprised يبدو خائفا look scared يهمس whisper يصيح او يصرخ shout بعد كده يطير بعيدا يعني fly away ذكي intelligent حليب مخفوق milkshake وصفة اللي هي وصفة طه يعني اسمها recipe وفانيلي اسمها vanilla الدرس الخامس فراء يعني لها فراء أصفر ماء للبيض اللي احنا قلنا القبيد الكريمي ده قلنا yellow white coats yellow white coats يحمي من protect from الصحراء الكبرى اسمها ذا صحراء desert اللي هي ذا صحراء طيب شقة او معروف اسمها popular عاري او بدون شر naked شرق افريقيا اسمها eastern africa يصب المرض get help لطيف cute اكتراح suggestion suggestion فتح اللون light colored تمام طيب تعالوا بقى نحل برضو على الكلمات اللي احنا قلناها دلوقتي عندي كلمة هنا the naked more rat can't control its body a because it has no hair قلنا احنا فا كريم فارر الخلد العاري قلنا ما بقدرش يتحكم في درجة حرارة نسيت قلتها درجة حرارته لانه ما عندوش ايه شعر فكلمة درجة الحرارة يعني temperature the not a term file gives information about a person an animal or a place مين بقى ايه هو ملف الايه اللي بيدينا بقى معلومات عن الشخص او الحيونة او المكان fact file دي فيها F و دي فيها F عشان برضو لو اولدت لغباتهم فيها النهاردة فقولتهم fact file دي فيها F و دي فيها A F camels milk is not people like to drink it بيقول لي مش عارفة لبن الجمال ايه ده الناس بتحب تشربو يبقى dirty ولا ugly ولا صوت ولا delicious لا هيبقى delicious the not is very hot ايه هي اللي بتبقى hot عند الغزالة تمام تعالوا نشوف الصفحة اللي وراه الصفحة التانية بقى هنا بيقول لي read and learn هنعرف بقى شوية معلومات كده عن الحاجات اللي احنا اخدناها اول حاجة بيقول لي is a snake cute or dangerous الصعبان cute ولا لطيف ولا خطير نا يا مستده الصعبان بيبقى dangerous بيقول لي the snake is lifting its head up الصعبان بيرفع ايه راسه الفوق it probably feels scared بيبقى ربما بيشعر بالخوف it saw someone or something is dangerous too لو شاف شخص او شيء يعني بيبقى كده هو خطير جدا تمام طيب بيقول لك what do you know about camels اللي انت عارفه عن الحيوانات حيوانات ايه عن الجمال بيقول لي camels are amazing طبعا اول حاجة قلنا الجمال مدهشة طيب they help us to carry things and people to cross the desert بيساعدنا ان هو بيحملنا الاشياء وبيعد الناس ايه في الصحراء their milk is delicious اللبن بتاعهم نذيذ we can use their fur to make clothes وبنستخدم الفروا بتاعهم عشان نصنع الملابس طيب بعد كده why are camels perfect for the desert ليه الجمال وسيلة حلوة جدا في الصحراء اول حاجة بيقول لي they have large flat feet so they can walk on the sand بيقول لي عندهم اقدم كبيرة ومسطحة ودي بتخليهم يمشوا على الرملة من غير تعب ليه لان مش بتخلي الرجلهم تغرس في الرملة زي ما احنا رجلنا بتغرس كده في الرملة لا هم عشان عندهم اقدم ومسطحة فمش بتغرس طيب تاني حاجة بيقول لي they can live without water for a long time ممكن يعيشوا من غير مية لوقت طويل تمام تمام احنا عارفين ان الصحراء مش بيبقى فيها مية فهم بيخزنوا المية ايه في الحمب الطاحون تمام طيب تاني حاجة تالت حاجة بيقول لي they have special ways to close their nose and eyes to stop their sands from coming in فهم القدرة سبحان الله اللي هي عندهم الرموش بقى الهداب اللي عندهم بيقدروا يقفلوا مناخيرهم وعنيهم لما الدنيا بيبقى فيها هوه وعاصفه وكده لان الرملة ما تخشش جواعنيهم ولا مناخيرهم فسبحان الله ربنا عطهم القدرة ان هما يقدروا يتحكموا ان هما يقفل أنهم يقفلوا مناخيرهم وعنيهم احنا ممكن اقفل عيننا عادي تمام لما يكون فى طرابة او حاجة بنقفلها نكفلع ٢٠ كنما عرفش انحنا نقفلها فالجمل بيبقى عنده الميزة دي رابح حاجة بقى بيقول هم مزعجين جدا وممكن يغضبوا بسرعة يعني فيه معلومة قارتها عن الجمال بتقول ان الجمل لو حد ضربه بيفضل فاكر شكله لحد ما يموت يعني انت لو ضربته بعدها بتعطيب مثلا 20 سنة لو شافك بيعرفك فسبحان الله تعالوا بقى هنا نرجع على صفات المقارنة صفات المقارنة احنا قلنا فيه صفات وفيه صفات لعنج فيه صفات قسيرة وفيه صفات طويلة الصفات القسيرة بنضيف لها ER وبعدها than زي المسال ده بيقولها يعني الفور اصغر من الفين اما بقى الصفات الطويلة عشان هي طويلة مش يينفع ان احنا نحط لها ER فقالك هنحط لها مور وبعدها than زي بيقولك بيقولك ان انت مسيح اكثر خطورة من السمك طبعا كلمة دينجرس هنا ما ينفعش هي اساسا كبيرة اروح انا نضيف لها اي اارة كبرها اكتر لا فقالك هتحط قبلها كلمة مور تمام بعد كده هنا اللي اخذنا بقى الساونس الأصوات اللي هي البي والبي البي زي بير و ملاحظة الناحية التانية دب بير نفس النط و نفس الحروف بس دي اولها بي و دي اولها بي فلما قولك بير تبقى كومترة اما بير دب بيز بسلة البجعة اما بقى بير يعني دب بيك منكار بير طائر بي نحلة تمام كده طيب تعالوا بقى نحل على القاعدة اول واحدة كده بيقولي كريكوديلز ار نال دانجرس دان فيش ثواني اما انت بتقولي دان يبقى عيني تروح على حكتين الصفة فيها اي ار او قبلها مور طب دانا دانجرس هو جاب للصفة يبقى انا مش هضيف لها اي ار يبقى اخطر قبلها مور تمام كده طيب the elephant is bigger الله ده في اي ار يبقى اخطر زان على طول تمام يعني انا النهار ده قلت للولاد في الحصة على اديك لو ايد جاب لك فيها اي ار يبقى هيحوش ذان ولو جاب ذان يبقى هيحوش لك الصفة اللي فيها اي ار تمام هنا جاب الصفة اللي فيها اي ار يبقى انا هاخطر زان طيب هنا جاب لي ذان يبقى انا اختر الصفة اللي فيها ايه اي ار من غير حتى مطيرة الجملة او تترجمها بعد كده the ice cream is not a than butter انا عندي ذان يبقى اختر الصفة اللي فيها اي ار دي فيها لا دي لا دي لا دي لا يبقى اختر الصفة الكبيرة وقبلها مور اهي امس تمام فهمت كده بس بسيطة جدا وسهلة القعدة دي هناخد بقى فاكت فايل كده عن desert animals اللي هي الحيوانات اللي في الصحراء هناخد الweight اللي هو الوزن والlength where does it live اين تعيش والsize الحجم والفوض الطعم هناخد مقارنة ما بين اتنين الفينك فاكس والستاب ايجل سعلة بالفينك ونصر السهوم ده وزنه كان بيقولك about one kilogram بيبقى حوالي وزنه كيلو اما ده about three kilograms لا ده اتقل فالتلاتة كيلو الطول بقى الفينك فاكس سعلة بالفينك from thirty to forty centimeters من ثلاثين لاربعين سنتي اما ده around one hundred and seven سنتي seventy centimeters أو سنتي بيقولك ان ده حوالي مئة وسبعين سنتي فطبعا نصر السهوم اكبر بيعيشوا فين السعلة بالفينك it lives in the deserts of north africa بيقولك ان هو بيعيش في صحاري شمال افريكيا يعني عندنا احنا كده مصر ليبيا الجزائر من فوق يعني طيب اما بقى نصر السهوم it lives in very big open areas نصر السهوم بيعيش في المناطق الايه الكبيرا مفتوحة طب الصيز الحجب بيقولي it's smaller than other foxes ده بيبقى اصغر من السعلة بالتانية انتوا عارفين السعلة بالعادي بيبقى وزنه حوالي بيبقى شكله زي الكلب كده وزنه او حجمه زي حجم الكلب لكن الفينك فوكس بيبقى اصغر شوية نصر السهوم بيقولي when it opens its wings it's longer than you اول بقى ما بيفتح جناحاته بيتعدى طوله طول الانسان طيب الطعام سعلة بالفينك بيقولي it eats insects, small lizards and mice بيأكل حاجات مؤرفة سعلة بالفينك ده بيأكل الحشرات بيأكل السحان وبيأكل الفران اما نصر السهوم بيأكل it eats other birds, small mammals and rabbits يعني بيأكل حاجات راكية شوية الطيور وستدييات صغيرة والارانب بص انت ميزها اني ده بيأكل الحاجات المؤرفة وده بيأكل الحاجات الليها حلوة شوية يعني ده بيأكل الطيور والستدييات والارانب ده step eagle اللي هو نصر السهوم اما سعلة بالفينك بيأكل الحاجات الليه insectis, small lizards and mice تمام بعد كده بقى فخر الصفحة بيقولي على fractions اللي هي الكسور بيقولي numerator اللي هو البست وال denominator اللي هو المقام تمام اللي هو البست اللي بيبقى من فوق والمقام اللي بيبقى من تحت تمام تعالوا بقى نحل على الكلام ده جايب لي هنا كلمات من فوق pelican third helpful harmful camels poo اول حاجة بيقولي are amazing strong animals لو انا مش عارف كلمة amazing اكيد عارف كلمة strong يعني قوي و animals يعني حيوانات حيوانات قوية هتبقى مين طبعا هوا هنا animals جم فهتاخد الكاملز تمام هنكتب camels ونشتب عليها the note is looking at a big juicy fish مين اللي بص للسمك الكبيرة المليانة بالعصارة يبقى ونشوف الحاجة اللي هي بتكلها يبقى the pollican the bear reaches for the fish and lift its بيقولي ان الدبة وصلت للسمكة ورفعت its poo المخلب رفعت الكف بتاعها تمام عشان تمسكها the foxes the foxes thick noot keeps it warm and winter اي بقى اللي بيخلي السعلب دافي يبقى thick fur الفرو السميك spiders are not they eat insects they add insects so farmers like them بيقولي العناكب بتاكل ايه العناكب ايه بتاكل الحشرات وبتساعد الفلاح تمام او الفلاحين بيحبوها هي بيحبوها ما تبصش للحاجة انو مثلا انا ال spiders دي حاجات مقرفة وكده لا كل حاجة لها لازمة في الدنيا تمام طيب هنا بقى بيقولي انا is a kind of fruit الفروت اللي هي الفاكهة بيقولك نوع من الفاكهة هتبقى الايه ال pur الكومترة الكلمة اللي انت مش عارفها هترجمها بيقول غزالة الريم عندها ودان كبيرة وايه طويلة هتبقى الhornis القرون ايه اللي في الجمل اللي بيساعده ان هو يمشي على الرملة هتبقى الhooves الحوافر اهو عمال اقولك عليها جايب لي scary يبقى ناسني مين huge جايب huge يبقى ناسني scary بيقولي ان نصر الصحوب المؤنس اكبر واتقل من المذكر طبعا هعرف المذكر منين ده جايب لكلمة mail وmail وmail لا يمس احنا نعرف من قدي كلمة اونس اهي mail في mail حوش انت ال-f-e هتبقى mail اهي تمام عشان ما تتوهش نفسك خلاص كده سنة ربعة طيب كده يمس كانت مراجعة على الوحدة التانية جميلة وسهلة وبسيطة والقاعدة بتاعتها ما فيش اسهل من كده اللي هي صفات المقررة بنحط للصفة اي ار الصفة القصيرة وبعدها زين اما الصفة طويلة بنحط بلها مور والصفة وبعدها زين تمام اتكع الحاجات اللي انا اقولتلك عليها دايما بيجو مع بعض وكلمة فاكت فايل يعني ملف الحقاق دايما برضو بيجي مع بعض عشان لو جاب لك كلمة فاكت حاش لك فايل او فايل وجاب ايه فاكت تمام يعني بيجيب واحدة واحوش ايه تانية خلاص كده ما عندناش حاجة تانية هتتشرح ان شاء الله بقى بكرة هنراجع مع بعض يونت فور وباذن الله هنخلص قبل الامتحانات ان شاء الله طبعا ده لسل تمام تمام باذن الرحمن هنبدأ بقى ايه ما فيش كلمة هنا انه عن كلمة اللي انا بتعطيها لكم واجب خلاص خلصناها تمام بكرة ان شاء الله احتمال اراجع على يونت فور و يونت فايف قلت نمع بعض عشان نلحق نخلص في الكتاب لو عايزين بقى اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات وبالنسبة للناس اللي قالتلي على صبحت اربعة وستين لحد ايه لحد مش عارفة اربعة وسبعين دول هحلهم بكرة ان شاء الله واحتمال انا زلكم الفيديو في الصبح يعني بازن الرحمن لو لقيت وقت عندي اشوفكم بقى الاخير في الفيديو جديد يا سنة ربعة ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته